ارتفاعنا في معدل الضعف الجنسية بين الرجال في الكويت حيث وصلت النسبة إلى 75 في المئة عند أعمار 60 عاما فما فوق وإلى 30 في المئة لسن الأربعين عاما فما فوق وإلى 20 في المئة لمن هم دون الأربعين وكشف عن هذه الأرقام استشاري أمراض المسالك البولية وأساذ كلية الطب ورئيس رابطة المسالك البولية الدكتور عادل إحنيان على هامش مؤتمر الكويت السنوي لأمراض صحة الرجل وعشار الإحنيان إلى أن مشاكل الضعف الجنسي مرتبطة بالأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب مبينا إن تدخين يعد في المقدمة كما لفت إلى أن نسبة مرضى السكري المصابين بالعادل الجنسي بلغت 85 في المئة مشددا على ضرورة اهتمام الأطباء بسؤال مرضى السكري عن الحياة الجنسية